الإمارات لسيد مشعان الجبوري قال بهذا الستوديو أنه كانت لفترة من الفترات تدعم السيد الحلبوسي على لسان السيد مشعان ورح تسمح برفع أو سحب البصات عفوا من السيد الحلبوسي بهذه الأرياحية والسهولة كمثل طيب يعني قطر ممكن من تركيا تركيا ودعمها للسيد الخنجر وحتى للسيد الحلبوسي هذا ما أعلن عنها هذا واضح هذا واضح هالعلاقات مع الدول العربية والدعم الموجود وحتى دعم مالي حقيقة على مدى السنوات المنصر الموجود رح تسمح لكم بسحب البصات من هؤلاء الزعامات ولا تسمح ما هي دعمتهم كل هالسنوات وخلتهم هم اللي يمكثون على صدوره هننا وناسنا وفشتت بالسياسات لكن أنا أجزم لك من خلال معلوماتي الآن العلاقات مع هذه الجهات السياسية انتهت ووصلوا معهم إلى طريق مزل من الذي أنهاها حكومة السودان أم كشف وجوه حقيقة هي الدول وصلت إلى حالة من القناعة التامة بأن هؤلاء كانوا يخدعونهم وأنهم حقيقة ليسوا بمستوى أنه يكونوا في الواجهة السياسية السنية أما إحنا يرضون إذا ما يرضون إحنا مون شناين يمهم حقيقة خلا أقول لي شهبي بس طلح العربي بس طلح هننا ما أبحاله وأنا تحدثت مرة من المرات مع الأخوة الأماراتيين هل كانوا فعلا يدعمون السيد الحلبوسي كما قال السيد الشعان أنا ما أدخل في هذه التفاصيل الفردية فلان وعلان أنا اللي أتحدث عن مسألة وطن تقولهم اللي يريد يعاون العراق حتى ينهض من قبوته لازم يكون مدخلة للعراق من خلال مدخل وطني أنا لا تقول لي شيء عاوسلنا ادخل العراق من منفذ وطني أكون حكوبة عراقية هي المسؤولة الدخول من خلال بوابته أما ندخل من خلال أشخاص خلان وعلان ويأخذون أمال حتى بس يبرزون ويلبسون بدلات وأربطة ويكونوا واجهات سياسية فارغة هما أصلا ما عدهم شرعية من أهلهم وناسهم فهذا خطأ اللي يريد يعاون العراق يجيب من البوابة العراقية البوابة هي الحكومة الجانب التركي غير الحكومة أي تعامل أنا اعتبره تأمر على البلد شبيت جانب التركي كان جزء من الاتفاقات السنية طبعا وكانت الاجتماعات تعقل فيها وكان معلن نوعا ما بالصور اللي كانت تنشر من خلاله هي في حينها كانت هي خمس دول أو ستة لكن الاجتماع صار في تركيا الدول اللي إلها مصالح في العراق وتدعم بعض الجهات السياسية في حينها اجتمعت في أنقرة وتفقت في حينها على أعتقد التحالف اللي جمع اللي دورة 2014 الاجتماع اللي صارف مؤخرا يعني لا تحدث عن مؤخرا ما حدث بهذه التشكيلة الحكومية وحتى بالتحالف اللي جمع السيد الخنجر وسيد الحلبوسي حسب الصور اللي بثته ما يحدث به سياسين مؤخرا طبعا احنا كنا في تحالف عزب تديد السيد الخنجر كان معانا وفجأة تفاجأنا انه احنا متفاجأنا يعني من حاورتك كان هو جسو أموكم بعيد عن تقدم سيبيا انه يمضون سويتا بدون هذه الحالة نعم كان العامل الخارجي ربما له بصمة كبيرة في ان تحدث هذه الانتقالة النوعية التي قام بها الشيخ خميس والتفقر والآن الآن اعتقد والدليل انه شيخ خميس راح ينزل البقاء اعتقد ان هذا التفاهم انتهى